كنا تطرقنا سريعا عن موضوع بريكس لكن هنتكلم عنه بشكل يعني مكثف خلال فقرتنا النهاردة وإحنا بنتكلم على مجال الصناعة والاقتصاد بصفة عامة لما بنيجي بص الأوروبا أي حد حتى مش شرط يبقى خبيل اقتصاد فسنا بتيجي تقوله مين أقوى اقتصاد في أوروبا؟ ألمانيا فبالتالي ألمانيا بتعتبر نموذج لأنه بتبص عليها دول العالم المختلفة لما بنتكلم على هزة اقتصادية موجودة في العالم بتيجي بص على أقوى حد في أوروبا موقفه عامل ازاي؟ تبص على أمريكا تبص على الصين فالنهاردة الحقيقة بتلاقوا أنه عدد من المواقع الكبرى سواء ديلي ميل، يو اس اي تو داي، موقع فوربز، موقع بلومبرج وغيرها موقع دويتش فيلا الألماني بيتكلموا عن الظروف الاقتصادية الألمانية أنها في تحديات كبيرة لدرجة أنه بعض العنوين أنه الاقتصاد الألماني فيه أزمة الاقتصاد الألماني يعاني من فوضى وما إلى ذلك الحقيقة أنه الاقتصاد في ألمانيا في حالة ركود بقاله 3-4 من السنة تعرفين السنة مقصمة إلى أي سنة مالية مقصمة إلى 4-4 3 منهم أخرهم يونيو اللي فات في حالة ركود موجودة في ألمانيا وده الحقيقة من التحديات الكبيرة اللي موجودة في ألمانيا فيه دراسات كتير معمولة خلال الفترة اللي فاتت وهنا بنستعرض قدام حضراتكم المواقع كاتبائية موقع فوربز هو كاتب على موضوع أن الركود مستمر في ألمانيا وإيقانوميستيل كانت كاتش بريك أنه الاقتصاد مش قادر ياخد نفسه يعني ده موقع الإيقانوميست اللي بيقول أنه الاقتصاد الألماني فيه أزمة is in trouble and no one is prepared to deal with it أنه محدش رسا جاهز عشان يتعامل مع هذه الأزمة موقع دويتش فيلا بيتكلم عن لقد خرجت ألمانيا من الركود لكن ما زالت في مرحلة الضعف دي العنوين لكن الدراسات الكتير المعمولة كمان لفترة لفترة أخرهم دراسة كان نشرها النهاردة معهد IW بيتكلم على أنه من المتوقع أنه الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة نصف في المية هذا العام مع ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم اللي موجود هناك وأنه مازال مرتفع وجاء فيه التقرير أيضا تقرير معهد أنه ضعف الاقتصادي في ألمانيا مازال مستمر ارتفاع أسعار الفايدة مخاليين الاستثمار في ألمانيا أقل من مجتويات ما قبل الأزمة وانطلاقا من واقع أن التضخم كمان لم يتراجع فالاستهلاك الخاص في ألمانيا بيعتبر من التحديات أو بمثابة عائق للاقتصاد الألماني في عام 2023 ومتوقع وفقا لهذه الدراسة أنه نتج المحلي الإجمالي يتراجع بنسبة نصف في المية عن العام الماضي وبالإضافة لده أن معدل البطالة يرتفع إلى خمسة ونصف في المية وحسب التقرير أنه مازال الاقتصاد الألماني بيعاني من تأثير الصدمات الخارجية المرتبطة في المقامة الأول بالنزاع في أوكرانيا وتدعياته اللي هي العقوبات الغربية ومن بين عوامل الخطر الإضافية التوترات مع الصين والوضع الجيوسياسي الغامض في عدد من البلدان النمية وده اللي بيخلق حالة من عدم اليقين فيما تعلق بالوصول إلى المواد الخام وموارد الطاقة كمان توقع التقرير أنه هيحصل ارتفاع بالفعل في الدين العام الألماني يصل إلى نسبة خمسة وستين في المية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لكن كمان التقرير بيفترض أنه ممكن يحصل تراجع في الدين العام كنسبة للناتج المحلي ويعود إلى حوالي ستين في المية ما حطوش وقت سامق زي ما قالوا مع مرور الوقت يعني خلال الفترة القادمة فده كان موزج واحد من اقتصادات العالم الكبرى ومدى تأثر هذا الاقتصاد بالأزمة الاقتصادية العالمية وصراعات الجيوسياسية اللي موجودة رجوعا بقى للي كنت بقول لحضراتكم في البداية قرارات العالم كلها بتعاني وكل بلد الحقيقة بتدفع تكلفة حجم التحديات الموجودة على مستوى العالم المشاكل السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وحتى الطبيعية اللي مكلفة بلاد العالم كلها تكلفة كبيرة جدا وباهضة اشتركوا في القناة